أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بتكاليف أمره بأشياء فيجب على الإنسان أن يفعلها ونهاه عن أشياء فيجب على الإنسان أن يتجنبها إذا تأملنا في هذه الأشياء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بفعلها والأشياء التي نهان الله عز وجل عن فعلها نجد أنها في مقدول الإنسان وفي استطاعته فإن الله عز وجل لا يكلف الإنسان بما لا يستطيع وإنما دائماً وأبداً تأتي التكاليف بما تحت قدرة الإنسان وتحت راقته واستطاعته فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ويقول عز وجل في آية أخرى لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى إلا أن الإنسان الذي كلف بهذه التكاليف قد تتغير حالته قد يتغير حاله من القوة إلى الضعف فتجده لا يستطيع أن يفعل بعض الأشياء التي كلف بها فتأتي الشريعة الإسلامية فتخفف عن الإنسان وتراعي حاله فيما يعرف بالتيسير ولذلك وضع الفقهاء قاعدة فقهية كلية كبرى تخرج عليها فروع كثيرة من نصوص الشريعة الإسلامية التي تحث وتدعو إلى التيسير فقالوا المشقة تجلب التيسير إذا كلف الإنسان بأمر ما ولم يستطع أن يلتزم به كما هو فإن الشرع يخفف عنه بحيث يفعل ما يستطيع فعله وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه المشقة تجلب التيسير كلما كلف الإنسان بأمر ما ولم يستطع أن يؤديه كما هو فإن الشرع يخفف عنه الشرع يراعي حالته فمثلا إذا تأملنا بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة مثلا الأصل في الوضوء والاغتسال أن يكون بالماء لكن قد يصاب الإنسان ببعض الأمراض فتجده أو تجد الطبيب يمنعه من استعمال الماء هل يكلف المريض في هذه الحالة أن يستعمل الماء فيضر بنفسه أو يضر نفسه؟ إن الشرع يخفف عنه فيقول له لا تتوضأ أو لا تستعمل الماء في الوضوء أو في الاغتسال وإنما انتقل إلى البدل وهو التيمم فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبة إذا نظرنا إلى الصلاة الأصل فيها أن يؤديها الإنسان قائما بركوع وسجود إلى آخر الهيئة والكيفية التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي إلا أن الإنسان قد تعتليه حالة فلا يستطيع أن يصلي قائما أو لا يستطيع أن يؤدي الركوع أو لا يستطيع أن يسجد فهل نكلفه أو نطلب منه أن يصلي بهذه الحالة فيضر نفسه؟ فنكلفه بما لا يطيق؟ إن الشرع في هذه الحالة يخفف عنه إن الشرع يراعي حالته فيقول له إذا لم تستطع أن تصلي الفرض قائما فصلي جالسا إذا لم تستطع أن تؤدي الركوع أو السجود فلك أن تؤدي قدر ما تستطيع إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهذا الشخص المريض في الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فجالسا أو فقاعدا فإن لم تستطع فمستلقيا وهكذا فروع الشريعة الإسلامية كلها نجدها تصب في دائرة التيسير على الناس دائرة أن الإنسان لا يكلف بشيء خارج عن طاقته لا يكلف بشيء محال لا يكلف بشيء لا يستطيع الإنسان أن يفعلها ثم إن الشرع الشريف يطلب من الناس أن يكونوا دائما ميسرين لا أن يكونوا معسرين في أي أمر من الأمور يعني إذا كانت الشريعة الإسلامية تراعي حال الناس في التكاليف من فرائض ومن منهيات إذا كانت تراعي حالة الناس وتراعي ظروفهم وأحوالهم وحالتهم الصحية إلى آخره فحريم بالناس جميعا أن يراعوا مبدأ التيسير إذا طلبوا من غيرهم أي طلب أي أن كان الأمر ولذلك يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ولذلك طلب الشرع الشريف التيسير من الناس حتى في الاستفتاء وحتى في الفتوى فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ويقول سيدنا سفيان الثوري إنما العلم رخصة من ثقة أما التشدد فيحسنه كل أحد إننا بحاجة أيها المشاهد الكريم إننا بحاجة إلى التيسير يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته